عزيزي الباحث المحقق بعد أن وقفنا بك على طريقة تحقيق النسخة الفريدة وشروطها يطيب لنا أن نقف بك على طريقة دراسة وتحقيق النسخ المتعددة في المخطوط الواحد إن حال حصولك على نسخ مخطوطة عليك أن تجري عليها دراسات لتحدد أفضلها وتعتبرها أصلا وينبغي أيضا أن ترتب النسخة الفرعية الباقية حسب قدمها للمقابلة على الأصل وبيان فوارقها تبين الفوارق بين الأصل والفرع وهنا نجد أنفسنا أمام سؤال يفرض علينا الجواب وهو ما الكيفية لتحقيق دراسة النسخ المخطوطة المتعددة نسارع بالجواب في هذه الشريحة نقول ينظر الباحث في النسخ واحدة واحدة وينظر في صفحة عنوانها وينظر في أولها وآخرها عله يجد سندا يهديه إلى صحة نسبة المخطوط إلى مؤلفه ونعود هنا لنبين النسبة وضرورتها لماذا؟ لأن العمل في مخطوط لا ينسب إلى صاحبه عمل جد مرهق وفي نفس الوقت نهايته صفرا لا يحقق الباحث في النهاية إلا الندم إن بيان اسم الناسخ تاريخ النسخ عادة ما يذكر اسم الناسخ وتاريخ النسخ في آخر الكتاب وعندئذ يهتد الباحث إلى نسبة الكتاب إلى صاحبه إن جميع هذه الأمور تساعد في رفع قيمة النسخة وهذا هو السبب في إبرازنا لضرورة نسبة الكتاب إلى مؤلفه الحقيقي ويجب عليك عزيز المحقق أن تصنف النسخ وترتبها حزب أهميتها كالتالي أولا تقدم بالدرجة الأولى نسخة المؤلف المبيضة إذا وجدت هذه النسخة وإذا حصلت عليها يجب عليك أن تعتبرها أمه وأيضا تبدأ بعد ذلك بوضع النسخة التي أملاها المؤلف على تلميذة يعني تقدم أولا النسخة التي كتبها المؤلف بخط يده وبعد ذلك تأتي النسخة التي أملاها المؤلف على تلميذة وثم تأتي النسخة التي قرأها المؤلف بنفسه وكاتب بخط يده ما يثبت قراءته لها أيضا ثم النسخة التي قرأت على المؤلف وأثبت بخط يده سماعه لها أيضا النسخة المنقولة عن نسخة المؤلف ثم تأتي بعد ذلك النسخة المقابلة أو المقابلة التي قابلتها أنت على نسخة المؤلف أيضا تأتي النسخة المكتوبة في عصر المؤلف وعليها سماعات من العلماء مثبتة بخطوطهم والنسخة المستنسخة في عصر المؤلف وليس عليها سماعات هكذا الترتيب ثم تأتي النسخة المكتوبة بعد عصر المؤلف وعليها سماعات أيضا ثم النسخة المكتوبة بعد عصر المؤلف وليس عليها سماعات ويؤخذ دائما بالأقدم تاريخيا كل هذا يؤخذ بالاعتبار إذا كانت النسخة أو النسخ مؤرخة ولم يعرض في ذلك اعتبارات أخرى تجعل بعض النسخ أولى من بعض في الثقة والاطمئنان كصحة المتن ودقة الكاتب وقلة الإسقاط إلى غير ذلك فإذا تعارضت نسختان إحداهما قديمة كثرة التصحيف والنقصان والأخرى حديثة سالمة صحيحة عندئذ يكون الاعتماد على الحديثة الصحيحة وهي التي ينبغي أن تنشر لأننا نهدف دوما إلى إبراز الصحيح للقارئ حتى لا يقع في لبس المراد بتحقيق النصوص جعلها مطابقة للواقع والحقيقة التي وضعها عليها المؤلف ما أمكن ذلك ومن هنا فإننا إذا ضمننا سلامة الغاية لم تضرنا حداثة الوسيلة وبذلك نكون عزيزي المحقق أخي الباحث قد وقفنا بك على المرحلة الثانية وهي المرحلة العملية للتحقيق وقد وقفنا بك على خطواتها التي ينبغي لك أن تعود إليها وتناسق بينها وترتب بينها حتى أنتقل بك إلى الخطوة الثانية من خطوات التحقيق وهي مرحلة النهاية وإخراج المخطوط بصورة يرضى عنها القارئ والكاتب بعد رضوان الله عز وجل وهو ما تحمله الشرائح التالية ترجمة نانسي قنقر